موسيقى وزارة الداخلية تعلن عن اكبر عملية اصلاح منذ عشرين عاما انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بشكل حاد في النمسا تطبيق مطلب ذكر منشأ الاطعمة على قوائم المطاعم اجباريا فيينا تطلق حملة تفتيش مفاجئة على محال الشاورمة بدء صرف مكافأة الاسكان البلدي في فيينا محاكمة داعشين ادهر عمليات من داخل سجنه باستخدام الهاتف واسواق فيينا تفتح اليوم الجمعة حتى وقت متأخر من العلوين الى تفاصيل النشرة اهلا بكم على النمسا ميديا في خبرنا الاول علنت وزارة الداخلية النمساوية اليوم عن اصلاح تاريخي لخدمات الشرطة مع التركيز على مكافحة جرائم الانترنت والجريمة المنظمة ويجمل الاصلاح انشاء مركز الكفاءة لمكافحة جرائم الانترنت بالاضافة الى ثمانية وثلاثين مكتبا لمساعدة الشرطة حيث سيتم تطوير اقسام الجرائم الالكترونية المتزايدة من خلال التدريب والتعاون الدولي وسيتم اضافة سبعمائة وظيفة خلال الخمس سنوات المقبلة بما في ذلك ثلاثمائة وظيفة لخبراء الانترنت والجريمة المنظمة اضافة لاستقطاب خبراء تكنولوجيا المعلومات من خارج الوزارة انكمش الاقتصاد في النمسا خلال الربع الثاني لهذا العام بنسبة اكبر من التوقعات حيث انخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة واحد فاصل واحد بالمئة مقارنة بالعام السابق وذكرت تقارير ان ذلك بسبب تدهور اداء قطاعات التجارة والصناعة فيما يشير الاقتصاد النمساوي الى انه ما زال يتفوق على مستوى الازمة السابقة لجائحة كورونا بنسبة ثلاثة فاصل اثنين بالمئة واظهرت قطاعات الخدمات والمعلومات والزراع نجاحا جيدا مقابل تراجع في باقي القطاعات وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية سجلت النمسا زيادة طفيفة في الصادرات والواردات بدأ من اليوم مطلب ذكر شهادة المنشأ على الاطعمة المقدمة في المطاعم وخدمات المطابق الكبيرة المقدمة للشركات وتشترط اللائحة على المقاصف العامة والخاصة لعرض مصدر بعض مصادر الاطعمة بوضوح على القوائم حيث يباع اثنين فاصل اثنين وجبة او اثنين فاصل اثنين مليون وجبة يوميا في النمسا وينطبق القرار على جميع المقاصف مع التركيز على تحديد مصدر اللحم والحليب ومنتجات الالبان والبيض بشفافية مع رصد من قبل جهة مراقبة الاغذية حيث ان الانتهاكات المتكررة قد تؤدي الى غرامات وفقا لوزارة الزراعة قامت السلطات الصحية في فيينا بتفتيش 19 محلا لبيع الشاورما بعد التخوف من انتشار بكتيريا السالمونيلا وتم مخالفة 13 محل وقد اتخذت الاجراءات التنظيمية بعد اكتشاف سوء الاوضاع الصحية في بعض المحلات وتشمل التحقيقات قضايا توظيف الاجانب والاجور والحساسية الغذائية والتأمين الاجتماعي والنظافة واكد والتر هيلر قائد فريق العمل في فيينا اكد اهمية توفير طعام امن للمستهلكين واعلن عن تخطيصه لمزيد من عمليات التفتيش يذكر ان العديد من المطاعم قد تضررت مؤخرا بدأت حكومة فيينا وشركة فينافوني اليوم بصرف مكافأة الاسكان البلدي لمواجهة ارتفاع التكاليف والتضخم المستمر وتتضمن المكافأة دفعة مالية تعادل نصف قيمة الايجار الشهري لمستأجري وحدات الاسكان البلدية بعد خصم الرسوم بالاضافة الى مكافأة اضافية للمستأجرين الذين زادت ايجاراتهم إلى لا عشرين ثلاثة وعشرين وعشرين اثنين وعشرين وسوف تقدم ايضا تسهيلات للدفاع بالاقصاد للمتعثرين حيث تأتي هذه الاجراءات ضمن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحسينها في فيينا اعلنت محكمة جراتس عن محاكمة شاب مدان بالانتماء لتنظيم الداعش مرة اخرى موجود بالسجن بعد ترويجه لداعية متطرفة من داخل محبسه عبر هاتف سرب له ويقضي الشاب حكما منذ عام عشرين ثمانية عشر لمدة تسع سنوات وستجرم محاكمته في الخريف ومن الممكن ان يواجه عقوبة السجن حتى عشرين عاما في حال ادانته ويعرف الشاب بانه كان لديه اتصالات مع متطرفين اخرين في السجن واستمر في نشاطه من الداخل حيث حصل على هواتف محمولة بطريقة غير معروفة فيما يقال انه تم تهريب الهاتف له داخل رغيف خبز مقابل ثمانمائة ايورو اخيرا تفتح اسواق فيينا اليوم الجمعة الاول من سبتمبر لوقت متأخر من الليل وذلك للمرة الثانية هذا العام في ليلة الاسواق الطويلة ويمكن للزوار التمتع بتجربة تسوق مميزة وليلة مليئة بالمرح والترفيه حيث يشمل الحدث سبعة عشر سوقا في فيينا يمكن للزوار شراء الفواكه والخضروات والاطعمة والملابس حتى الساعة الحادية عشر ليلان وتقدم الفعالية برنامجا ترفيهيا متنوع واكثر من مئة عرض مختلف بما في ذلك بطولة شطرنج وعروض طهي ودروس يوغا وعروض رقص ومن المتوقع جذب ثمانين الف زائر اذا لسكان فيينا نتمنى يوم تسوق ممتع كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم سكرا لحسن الاستماع ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم ليصلكم كل جديد كنت معكم انا هيفا نهاية اسبوع سعيدة القاكم بخير الى اللقاء اشتركوا في القناة